نظريات المؤامرة والإشاعات حول لقاحات كورونا من أكثر المواضيع اللي فعلا متداولة وفعليا أحيانا بنسمع أشياء ترفع الضغط استرزانيكا بيواجه واحدة من هذه النظريات في اندونيسيا تحديدا فمجلس العلماء فيها طلع يوم الجمعة وقال إنه لقاح استرزانيكا حلال على الرغم من إنه عملية تصنيعه بيستخدم فيها لحم الخنزير مجلس العلماء أعلن عن هذا الشيء وسمح باستخدام اللقاح نظرا للحالة الوبائية الطارئة اللي بعيشها العالم الشركة طلعت على طول وعملت توضيح وأنكرت تماما اللي قاله المجلس وقالت إنه لقاحها ضد كورونا ما بيحتوي على مشتقات من لحم الخنزير وإنه حلال مية في المية المتحدث بإسم الشركة قال نصا إنه جميع مراحل عملية الإنتاج ما بتستخدم أي مشتقات من لحم الخنزير ولا أي مشتقات من منتجات حيوانية أساسا